تفقد نائب ومدير عام مكتب الصحة العامة وسكان الدكتور محمد محسن الربيد مركز الترصد الوبائي بمديرية المعلى وخلال الزيارة استمع الربيد من الأمير العام للنجلس المحلي بالمعلى كريم منير إلى الإجراءات التي تقوم بها المديرية في إطار الترصد الوبائي ومدى جاهزية المركز واحتياجاته من أجهزة ومعدات تخص الترصد الوبائي من جانبها أكد الدكتور الربيد أن اللجنة العليا المختصة ستعمل على دعم كل مراكز الرصد الوبائي فورا رفع الاحتياجات وعلى نفس الصعيد تفقد الدكتور الربيد مجمع القطيع بمديرية صيرة وخلال الزيارة طلع من الدكتور فوزان هاشم والدكتور أديب سالم لاحتياجات المجمع من أجهزة ومعدات يمكن معها تقديم خدمات أفضل للمرضى